استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان على أهامش أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله تحياتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مستهل اللقاء كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل توطيد التنسيق الأمني بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علالي حية ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البنائي شكرا شكرا